الآن أعود معك سليم إلى بعض الكتاب الذين قالوا بأنه أين المنطق في الإفراج عن 30 وترك الاحتلال ليحتجز 60 بنفس اليوم؟ أين المنطق بالإفراج عن هؤلاء مقابل آلاف الشهداء الفلسطينيين؟ كيف تنظر لهذا المنطق الذي تحدثون به؟ وهل فيه منطق أصلا؟ مفزع مفزع وأنت تقرأ يعني وأنا قرأت لكتاب سعوديين وإماراتيين ومصريين لا أريد أن نذكر الأسماء لكنهم معروفين وبعض المسؤولين الإماراتيين لعندهم حسابات في إكس يعني كتبوا هذا الكلام وهذا الكلام يتداول وهو منطق أعوج وغبي لأنه بهذه المعادلة هذه الحسبة كان لم يسقط تقريبا أكثر من 20 مليون 20 مليون في الحرب العالمية الثانية على حدود الاتحاد السوفيتي كان تركوا السوفيتيون كان تركوا الغازي يأتي يعني لماذا يضحوا بعشرين مليون؟ في حرب الفيتنام مليون شخص لماذا يضحوا بمليون شخص؟ في الجزائر مليون ونصف مليون شهيد بهذه الحسبة مليون شخص يعني عددين مليون نساة يعني عدد ضخم ما كانت الاحتلال الفرنسي قائم 100 سنة 120 سنة يعني تضحيات نرجة الحرية لا تقاس بالنحام طبعا وهناك هذا منطق غبي هذا منطق يريد يحبط المعنويات هذا منطق خبيث أيضا هذا منطق المطبعين أنه يا أخي طبعوا مع الاحتلال لو كان هذا المنطق لماذا لم يطبع الجزائريون مع الاحتلال الفرنسي وقد بقى في الجزائر أكثر من بقى الاحتلال الإسرائيلي لكن هذا المنطق ينطلق من أن الشهداء في قطاع غزة تتحمل المقاومة مسؤولية مقتلهم وهذا غير صحيح لأن للمقاومة في اليوم الثاني أو الثالث أعلنت أنها مستعدة للإفراج عن الكل مقابل الكل أو الجزء مقابل الجزء فهل كان هناك أصلا مبرر الاحتلال الإسرائيلي بكل هذا التدمير وأقصد هنا مبرر عسكري أين هو المبرر عسكري القصد أو نية الاحتلال الإسرائيلي في تصفية المقاومة موجود من القدم موجود وهو سابق لسبعة أكتوبر وإلا لم تحاصر ولم تقصف يعني كم مرة كانت حرب بين المقاومة الفلسطينية وهذا الاحتلال خلال الأربعة خمسة حروب يا رجل لكن لما نرجع نرجع إلى التسميات الحقيقية يا أخي هذه أرض محتلة هناك المئات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ابتداء من القرار الأول 242 الذي أعطى المزاج العام وجوه العام لحل الدولتين مجلس الأمن أقر بأن هذه أرض محتلة وأن هذه إسرائيل التي تسميها إسرائيل هي احتلال إسرائيلي ترجمة نانسي قنقر